شكراً لك كابتن محمد فاروق عقب نهاية المباراة وفوز الأهلي في هذه المباراة أمام فريق خنادي الرجاة وصل أسنقات هامة جداً في هذه الأجواء الباردة جداً في استيادة الأسكندرية معي الكابتن سيناد الحفيز كابتن سيد برحب بيك وجوه صعب جداً بس الحمد لله انتهت المباراة والأهلي حقق النتيجة المرجوة في وسط هذا الجو البارد يعني الحمد لله رب عمين طلعت كلم تنزل صراحة النادي الأهلي أحسن نادي في القرن النادي الأهلي هو الأصل وكتن السيد عبد الحفيز هو الأصل الحمد لله طبعاً يعني بقى على النتيجة يمكن مباراة في متأة الأهمية جاي في مرحلة برضو كانت مرحلة مهمة بالنسبة لأن احنا نأخذ فيها ثلاث دقات تفرق شوية وتصبك بتأكيدها بمباراة الإسماعيدي يمكن الشوت رؤى الأداء والاستحواز والمحاولة الفرص وكل حاجة خاصة بنا وعدد من الأهداف ملغي في شوت واحد يعني لسه مش فينوش هل هي يعني قرارات صحيحة ولا لا لكن في العموم وارد جداً في فكرة القدم ده وارد جداً ان انت تبقى متقدم وارد جداً ان انت تبقى متأخر لكن كافية تتعامل مع الأمور كلها الحمد لله ربع من كتب الصالح ناعي سيد اللي اختلف في الشوت التاني عن الشوت الأول اللي تقلل اللي عيبة في قط اللبس لان شوفنا تركيز أخطر في الشوت التاني وكنا خايفين ان حتى الشوت التاني تنقلب الأمور ويبقى فري رغاء حق مفاجأة في هذه المباراة لا يعني انا زي ما قلت لك الشوت الأولاني استحواز كامل ليك انت ما يعني ما فيش أي خطور على مرمق خلص يعني الاستثناءة الكرة اللي جاء منها الجول يعني لكن في النهاية يعني هي تفاصيل صغيرة دايما في فكرة القدم يعني بتستهون بالتفاصيل الصغيرة ممكن الكرة اللي جات فينا جون كانت ممكن لا تسكر أصلا لو اتعملنا معاها بشكل جدي لكن برضو هارجع اقول هي دي الكرة بتتعلم منها يوم بعد يوم دروس لازم نستفاد منها لكن اعتقدنا المباراة من أول لآخرة هي استحواز وسيطرة كاملة ليك الشوت التاني كان فيه فعالية أكبر كان فيه يعني أهداف الحمد لله ربع من يدرنا هوا نجيبها لكن الشوت الأولي كانت ممكن الجيمة سهل جدا جدا لقدرنا ان احنا نجيب بجوليا لكن في النهاية الحمد لله رب العمين حمد لله على المكسب زي ما قلت لك يا مباراة من المباراة المهمة جدا في المرحلة اللي هنفيها طيب كان لك كلمة او وجهت كلمة الاسلام محارب عقب احرازه الهدف تحديدا اسلام في الفترات الأخيرة بينزل في الشوت التاني بيبقى ليه دور كبير جدا مع الفريق مركز جدا هو في التمرين ومركز جدا في شغله ويمكن من ساعة ما جاء يمكن ما كانش مقايد معنا في البطولة الأفريقية لكن دايما عنده جديد بيقدمه على طول يعني اللعبة في الناد الأهلي والفرقة الكبيرة مش بسهولة ان انت تيجي من بره تلعب في الفرقة على طول ده مش سهل على طول يعني بتاخد فترة اكيد يعني عشان تبقى فيه استمرارية حتى كلاعب اساسي لكن هو من الناس المميزة جدا مش في الأداء الفني بس حتى في طريق تفكيره وتركيزه يعني الناد الأهلي النهاردة اعلى رسميا انضمام علي نطفي وأصبح لعيبا في صفوف فريق الناد الأهلي يعني زي ما قلت فيه عدد من الأسماء بنحاول ان احنا نتعاقد معها في فترة الانتقالة الشتوية ان شاء الرحمن ننجح في كده وبإذن الله بإذن الله يعني نكون موافقين في اختياراتنا وان شاء الرحمن نقدم الباقي من الموسم ده سواء كان على المستوى المحلي دوري وكاس أو أفرك بإذن الله بشكل كويس من إمتى في تدريباتك كابتن سيد شكرا جزيلا شكرا كابتن سيد